السؤال المهم هل حقيقة تستطيع أن تكتشف من هذه الآيات أن المسيح حرض أتباعه على القتل أين قرأت هذا ألم تقرأ ما قال يسوع المسيح لأتباعه فإذن هذا لا يتماشى مع تعليم المسيح عن محبة الأعداء هذا لا يتماشى مع روح المسيح ثم ألم تقرأ في الإنجيل المقدس عندما كان يسوع مر في إحدى قرى السامريين ورفضوا يسوع المسيح يحنو يعقوب ابني الرعد اغتاضاء جدا وقالوا ليسوع المسيح يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء تحرق هؤلاء السامريين طبعا هذه ليست روح المسيح ولا تعليم المسيح قال يسوع لستما تعلماني من أي روح أنتما ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس ابن الإنسان جاء ليخلص لا ليهلك أنفس الناس ألم تقرأ عن هذا التعليم ثم ماذا مع بطرس في مستان جد سماني عندما استل الخنجر وقطع شحمة أذن عبد رئيس الكهنة ألم يوبخه يسوع المسيح على هذا العمل قال له رد سيفك إلى غمده لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون ألا أستطيع أن أطلب من أبي أن يرسل جيش من الملائكة إثنى عشرة جيشا من الملائكة وإلا كيف يتم المكتوب هل هذا بعد قراءة هذه الآية المسيح يحرد أتباعه على القتل أيعقل هذا فطبعا يعني شيء يشابه الجنون أنهم يتهمون المسيح الكامل بلا خطية اللي علم عن المحبة والتسامح الذي قال أحب أعداءكم باركوا لعنيكم قد سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن أما أنا أقول لكم لا تجازوا أحد عن شر بشر فإذن هل تعليم المسيح لم تقرأوا حقيقة ولا أنت عم تقال إيد شغل علي حتى أواجه وأتهم إلا المسيحيين هذا لا يتماشى مع تلق تعليم المسيح محبة الأعداء الغفران التسامح وعلى فكرة هذا بشهادة الأعداء مثل بلاطس وقائد المئة قبل الأصدقاء أحباء يسوع المسيح هو مثالنا وكمالنا وجمالنا فحقيقة لم يحرد أتباعه على القتل اشتركوا في القناة